أعزائي طلبة وطالبات السنوية العامة أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مدرسة على الهوى في مادة الجغرافية السياسية معنا إن شاء الله الجغرافية هتبقى أسهل الحلقة بتاعت النهاردة هنستكمل فيها درس التكتلات الاقتصادية وكنا خدنا نمزجين من نمازج التكتلات الاقتصادية خدنا الاتحاد الأوروبي وهو أنجح التكتلات الاقتصادية وأجبرها على الإطلاق بعد كده خدنا محاولة من المحاولات العربية لإقامة تكامل اقتصادي أو تكتل اقتصادي عربي وهو المعروف باسم مجلس التعاون لدول الخليج العربي هيتبقى لنا منظمة أو تكتل افريقي في غاية الأهمية غني بالأسئلة بتاعته يعرف باسم تكتل الكوميسة أو الأمانة العامة للكوميسة والنهاردة بإذن الله تعالى نظرا لأهمية الدرس وفيه فقرات كتيرة موضع أسئلة وضمن نواتج التعلم هنحاول نطرح أكبر عدد ممكن من الأسئلة على الأجزاء اللي هننتهي بيها تباعا نبدأ مع بعض بتعريف كلمة الكوميسة زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة الكوميسة هي اختصار لجملة بمعنى السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي وإحنا عارفين أن قارة إفريقيا بتمتد معانا من الشمال إلى الجنوب في شكل طولي متسع متسعة في الأجزاء الشمالية منها وتضيق في الأجزاء الجنوبية منها لو حبينا نحدد الدول المكونة للكوميسة زي ما هنشوف كمان شوية على الخريطة هنتليها دول مكانيا تمتد في النصف الشرقي حتى جنوب دول قارة إفريقيا نشوف مع بعض هذا التجمع الإقليمي وكنا خدنا قبل كده التجمعات الدولية والتجمعات الإقليمية وقلنا أن التجمعات الدولية هي تجمعات تشمل كل دول العالم أو من الممكن أن تجمع كل دول العالم في عضويتها بينما لو أنا قلت في تكابتل إقليمي أو تجمع إقليمي يبقى لابد أن يشمل مجموعة من الدول في منطقة ما أو في إقليم ما أو قارة من القارات زي ما عرفنا الاتحاد الأوروبي في قارة أوروبا مجلس تعاون الخليج العربي في قارة أسيا أو بالتحديد جنوب غرب أسيا المنتدى الاقتصادي الأسياوي إلى جانب دول المحيط الهادي بعد كده خدنا الاتحاد المغربي والقوميسة كتجمع في قارة إفريقيا والنفتة في قارة أمريكا الشمالية دي كلها تجمعات إقليمية تضم دول محددة في إقليم ما بينما لو أنا هتكلم على الأمم المتحدة أو أي منظمة من المنظمات التابعة لها وتشمل كل دول العالم يبقى أنا كده باتكلم على تجمع دولي نرجع مرة تانية للشاشة تجمع إقليمي الغرض منه اقتصادي بيضم حوالي 21 دولة إفريقية الواحد وعشرين دولة اتفقوا فيما بينهم في ظل معاهدة أو اتفاقية على تحقيق التكامل الإقليمي من خلال خطط وبرامج ومشاريع الهدف منها استفادة جميع دول الإقليم اللي احنا قلنا عليه الشرق والجنوب الإفريقي وإحنا عارفين أن موقع مصر بالنسبة لإفريقيا تقع في الركن الشمالي الشرقي فوقعت مصر على اتفاقية الانضمام إلى الكوميسا في عام 1998 ومن الملاحظ أعزاء الطلبة أن فترة التسعينيات فترة خصبة في مادة الجغرافيا السياسية خدنا فيها تغير الخريطة السياسية بتفكك الكتلة الشيوعية أو الكتلة الشرقية تفكك الاتحاد السوفيتي تفكك حلف ورسو اتحاد ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية وهنعرف بعد كده ظهور النظام العالمي الجديد وخدنا في الدرس التمهيدي ظهرت العولمة بصورة واضحة في منتصف تسعينيات القرن الماضي ودلوقتي بناخد أن مصر وقعت على الاتفاقية أيضا في تسعينيات القرن العشرين أو القرن الماضي ودي كلها بتبقى في أواخر القرن العشرين يبقى مصر وقعت على الانضمام إلى هذه الاتفاقية في عام الف تسعمية تمانية وتسعين نبص معنا على الخريطة اللي موجودة قدامنا على الشاشة دلوقتي احنا قلنا واحد وعشرين دولة وهي معلومة إسرائية في الكتاب المدرسي ولكن من الممكن الاستعانة ببعض الدول الواحد والعشرين وبالأخص أن زي ما هنشوف أثناء الشرح أن القوميسة لها مقر وبعد كده مجموعة من المؤسسات هناخد مؤسستين منهم بالتحديد وهناخد دول المقر اللي موجودة فيهم أنا حبيت أجيب الشكل اللي قدامي وأجيب الدول الواحد والعشرين مع ملحوظة في بعض الدول باللون الأخدر الفاتح حاليا لم تنضم رسميا إلى دول التكتل الاقتصادي المعروف باسم الكوميسة الواحد والعشرين دولة دول منهم سبع دول عربية مصر، تونس، ليبيا، السودان، جيبوتي، الصومال وجزر القمر ومنهم دول إلى جانب مصر والسودان دول حدنيل، كينيا، أغاندا، بورندي، إثيوبيا، إريتريا، رواندا والكونغو الديموقراطية وعندنا بعض الدول زي سوازيلاند ودي موجودة عند جنوب إفريقيا موريشيوس ومدغشكر والسيشل ودي مجموعة من الجزر تقع في المحيط الهندي بعد كده عندنا آخر تلت دول دولة زنبيا ودولة ملاوي ودولة زنبابوي طيب هل إحنا مطالبين بحفظ الدول الواحد والعشرين؟ على الأقل أعرف على الخريطة الدول زي ما إحنا شايفين قدامنا اللي فيها بعض المقرات اللي موجودة في القوميسة زي الدائرة الأولى اللي عند كلمة وكالة الاستثمارات الإقليمية مقرها القاهرة بمصر وعند الدائرة الصغيرة اللي موجود فيها مفاوضية المنافسة لدول القوميسة ودي في دولة أو مقرها في دولة ملاوي وأخيرا الدولة اللي مكتوب فيها المقر الرئيسي لمنظمة القوميسة وهي دولة زنبيا في مدينة لوساكا زي ما هنشوف يبقى أنا عندي واحد وعشرين دولة منهم مقرر علينا تلت دول بها مقرات زي المقر الرئيسي زي مقر وكالة الاستثمارات الإقليمية زي مقر مفاوضية المنافسة بالقوميسة يبقى كده احنا خدنا الدول وزي ما احنا شايفين مجموعة من الدول بها مقرات لازم أعرف الأماكن بتاعتها على الخريطة وقلنا أن من ضمن نواتج التعلم في منهج الجغرافيا بوجه عام والجغرافيا السياسية بوجه خاص مهارة أو ناتج يعرف باستخدام أدوات التمثيل الجغرافي وبالتحديد إزاي أقدر أقرأ أو أحلل الخرائط والأشكال والرسوم البيانية اللي موجودة عندنا بعد كده نيجي للإطار العام للقوميسة عايز أعرف فيها مساحتها قد إيه سكانها عددهم قد إيه إلى جانب المقر زي ما قلت لكم اللي هو موجود في دولة زنبيا وهنا أعزائي الطلبة والطالبات لازما لما أخذ مساحة أي تكتل أو حجم سكاني أو مقر أحاول بقدر الإمكان أستعيد معلوماتي عن باقي التكتلات الاقتصادية وبالأخص إن إحنا عرفنا إن التكتلات الاقتصادية تشغل حيز مكاني محدد بمساحة الدول الأعضاء علشان تمام معنا تليفون ألو ألو أيوة إزاي حضرتك يا مستر إزايك يا جواهر معي سؤال اتفضلي يرجع عدم اهتمام الدول قديما بمناطق التخون مرة تانية السؤال يرجع عدم اهتمام الدول قديما بمناطق التخون لأنها صعبة الاستغلال صعبة الاستغلال لحظة صعبة الاستغلال ولا خالية من الموارد خالية من الموارد ولا بعيدة عن العاصمة بعيدة عن العاصمة ولا مناطق سابتة مناطق سابتة أنا عرفة ليه إذا بسنيش عرفة ليه يعني عرفة الإجابة أه بسنيش عرفة يعني ليه اللي هي صعبة الاستغلال طيب اه وأولا لو أنا خدت الإجابة بتاعة السؤال ده هابست ليه الاختيار التالت اللي تاني بيقول لي خالية من الموارد وده منافي لللي احنا خدناه تحوسمة احتمالية وجود الموارد والصروات الطبيعية في أماكن التخوم باختصار لأنها عبارة عن مناطق صحراوية أو غابات فبالتالي بيبقى فيها العديد من الموارد فالإجابة التانية مستبعدة الإجابة التالتة مناطق سابتة الأخيرة مناطق سابتة هي بالفعل مناطق سابتة ولكن هل مناطق سابتة هي اللي قدت إلى عدم اهتمام الدول بها برضو دي هتبقى مستبعدة بعيدة عن العاصمة ما فيش أي حاجة بالنسبة لها للعاصمة فعلى سبيل المثال كانت هناك مناجم للحديد توجد في جنوب مصر أو في شبي جزيرة سيناء وفي الفترة دي ده احنا وقدره في التاريخ كانت بعيدة عن العاصمة فبالتالي الإجابة هتبقى صعبة الاستغلال كإجابة محتملة في السؤال اللي زي ده نرجع مرة تانية أعزائي الطلبة والطالبات احنا قلنا لما باجي أخد أي تكتل اقتصادي لابد أن أنا أشوف المساحة اللي بتشغالها الدول بتاعته فأقارنها باقي التكتلات الاقتصادية حجم السكان لأن دي أسواق سواء كانت أسواق داخلية أو أسواق خارجية فلابد أن أنا أقارنها وإن وجد مقر لأي تكتل من التكتلات زي مجلس تعاون الخليج العربي ذكر فيه المقر بالرياض ولكن لم يذكر فيه الاتحاد الأوروبي وكنا وعدناكم أن أول ما نخلص الدرس إن شاء الله وده مجاهزينه هنبدأ نعمل موازنة ما بين المنظمات وما بين الحاجات اللي فيها تشابه أو اختلاف في التكتلات اللي موجودة عندنا فلو جينا هنا لمساحة القوميسة حوالي 12 مليون كيلو متر مربع أرجع بالذاكرة الاتحاد الأوروبي أربعة واثنين من عشرة أيهم أكبر مجلس تعاون الخليج العربي 2.5 مليون كيلو متر مربع يبقى لو جيكا مساحة أكبر التكتلات الثلاثة اللي إحنا وغدنها يبقى مساحة تكتل القوميسة لأن حوالي 12 مليون كيلو متر مربع السكان حوالي 550 مليون نسمة لو أنا حبيت أشوف نفس عدد السكان في الاتحاد الأوروبي حوالي 500 مليون نسمة يعني ده يزيد بحوالي 50 مليون نسمة مجلس تعاون دول الخليج العربي حوالي 50 مليون نسمة يعني أكتر منه بنص مليار نسمة أو 500 مليون نسمة يبقى أكبر الأسواق حجما بالنسبة للتكتلات الثلاثة اللي إحنا خدناها هتلاقي عندي القوميسة بوصفها حوالي 550 وده كم ولكن كإنتاج أو تبادل إحنا قلنا في الحلقة اللي خدنا فيها بداية التكتلات عند الاتحاد الأوروبي قلنا أنه أكبر وأضخم وأنجح التكتلات الاقتصادية اللي موجودة في العالم طيب لو جينا للمقر أنا قلت على الخريطة مقرها مدينة لوساكا في دولة زنبيا الاتحاد الأوروبي ما جاب ليش لي مقر بينما مجلس تعاون دول الخليج العربي قال لي مقره في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يبقى احنا كده خدنا ثلاث مظاهر من المظاهر العامة للكوميسة تمثلت فيه المساحة حوالي 12 مليون كيلو متر مربع حجم السكان وقولنا ده من العوامل الرئيسية التي تساعد في نجاح أو قيام أي تكتل اقتصادي بيبقى حوالي 550 مليون نسمة ومن الممكن نجيب فيها أي سؤال عن كيفية استغلالها من حيث تلت أوجه زي ما خدنا قبل كده توفير العمالة سوق رائجة داخلي إلى جانب تشابه العادات والتقاليد الثقافية اللي موجودة داخل الدولة أخيرا في المقر قلنا في دولة زنبيا أو في مدينة لوساكا بدولة زنبيا نجي الأهداف القميسة وزي ما قلت بالضبط في المساحة وحجم السكان وفي المقر كل هدف بيجيلي لابد إننا أعمل له عملية مقارنة سريعة ما بينه ما بين الأهداف التي وجدت بوجه عام للتكتلات الاقتصادية أو في الأهداف اللي خدناها ضمنيا في تكتل الاتحاد الأوروبي أو في تكتل مجلس تعاون الخليج العربي ميجي الأول هدف زيادة حجم الإنتاج وهياكل السوق بصورة متوازنة بين الدول الأعضاء الأصل في أي تكتل اقتصادي إن يوجد لي زيادة في حجم الإنتاج زيادة في الأسواق بس هل ده إنها وفره لدولة دون الدول الأخرى أو لدول معينة لا لازم أن تبقى بصورة متوازنة لأن ده من شأنه يشجع كل الدول في الانضمام إلى هذا التكتل وهيحضرني هنا مع الاختلاف في طبيعة المقاوم نفسه المقاومات التكنولوجية إن وجب التقارب في المستوى التكنولوجي حتى لا تستفيد دولة بمزايا التكتل عن باقي الدول الأخرى يبقى عندنا هنا أول هدف زي ما احنا شايفين قدامنا زيادة حجم الإنتاج زيادة حجم هياكل الأسواق المحتمل إن الدولة هتصرف فيها المنتجات بتاعتها وده لابد أن يكون بصورة متوازنة بين كل دول الأعضاء فلا يقتصر على دول بعينها وتحرم منها دول أخرى أو لا تستفيد منها دول أخرى الهدف الثاني لابد من تحقيق التنمية المشتركة في كل مجالات النشاط الاقتصادي إيه هي الأنشطة الاقتصادية اللي موجودة عندنا زراعية صناعية سياحية ومن المعروف إلى جانب العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى ومن المعروف إن قارة إفريقيا تعد من أقصر القارات امتلاكا للعديد من الموارد اللي من الممكن إذا تم استغلالها بصورة جيدة إن تصبح من الأنشطة الاقتصادية التي تساهم بقدر كبير في رفاهية وفي رفع مستوى معيشة أو التنمية بوجه عام في دول قارة إفريقيا على وجه العموم وفي دول القميسة على وجه الخصوص يبقى تحقيق التنمية المشتركة في كافة المجالات الخاصة بالنشاط الاقتصادي علشان أرفع مستوى معيشة السكان للدول الأعضاء الهدف الثاني أي تكتل بيهدف إلى التعاون بس هنا التعاون من أجل إيه؟ تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار بأنواع مختلفة أجنبي أو إقليمي أو محلي فأنا عايز أبسط كلمة استثمار أجنبي أو إقليمي أو محلي على دولة زي مصر لما أقول أن أي دولة أوروبية أو غربية جاءت للاستثمار في مصر ده استثمار أجنبي طيب لو جاءت دولة من إفريقيا أو دولة عربية وعايزة تستثمر في مصر يبقى ده استثمار إقليمي أما إذا قام رجال الأعمال المصريين في مصر بإقامة مشروعات يبقى هنا اسمه استثمار محلي يبقى كده عندنا التعاون لتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار سواء كان أجنبي من خارج قرية إفريقيا أو إقليمي داخل قرية إفريقيا أو محلي اللي هي كل دولة بها مع تطوير البحث واستخدام العلم والتقنية في عملية التنمية ولو نفتكر زي ما خدنا في الصف الثاني الثانوي من ضمن مقاومات عملية التنمية الاقتصادية قلنا مقاومات تكنولوجية ومقاومات علمية فأصبحت عملية التنمية عملية مدروسة عملية علمية يستطيع أو تستطيع أي دولة استخدام التقنيات الحديثة من أجل أن تتم عملية التنمية بصورة ناجحة وأن تحقق الأهداف المرجوة من أي تكتل اقتصادي يبقى الهدف الثالث عندنا زي ما احنا شايفين التعاون لتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار سواء كان أجنبي أو إقليمي أو محلي مع تطوير مجالات البحث واستخدام العلم والتقنية في التنمية وإحنا عارفين أن تعد قارة إفريقيا من أقصر الدول اللي ما بتعتمدش بصورة كبيرة على العلم أو على التقنية لأن معظم شعوبها كانت محتلة ولا زالت في طور المرحلة اللي هي بتعت التطور أو الأغذب الأسليب العلمية الهدف الرابع التعاون لدعم العلاقات بين دول السوق يبقى ده داخلي ودول العالم ده دولي أو خارجي واتخاذ مواقف مشتركة في المجال الدولي وعلى ما أظن اتخاذ مواقف مشتركة في المجال الدولي بيتشابه فيه مع الاتحاد الأوروبي لأن شفنا أحداث تعرضت لها بعض الدول الأوروبية من خارج دول الاتحاد الأوروبي أو مع دول من خارج الاتحاد الأوروبي اتخذت كل الدول الأوروبية موقف واحد تجاه مثل هذه القضايا علشان كده ده يعد من الأهداف الرئيسية اللي تسعى إلى تحقيقه دول الشرق والجنوب الإفريقي الهدف الخامس عندنا المساهمة في إنشاء وتحقيق أهداف المجموعة الاقتصادية الإفريقية على مستوى القرة هنا مش هحقق حاجة دولية وهفتقر ليها أنا كدولة داخليا أو داخل قرة إفريقيا فالهدف الأساسي من أي إنتاج إن بيتم إنتاج السلع التي تكفي حاجة السكان داخليا أولا بعد كده لو رجعنا العلم الاقتصاد يعني إيه صادرات هي السلع التي تجب بصورة تكفي حاجة السكان ويتم بيع الفائد منها إلى الدول الأخرى فتصبح صادرات علشان كده يجب إن أهداف المجموعة الإفريقية المعروفة باسم الكوميسة أن تتحقق داخليا أولا الهدف السادس والأخير عندنا التعاون لتحقيق السلم والأمن والاستقرار لدول الأعضاء إيه اللي هي ترتب على السلم والأمن والاستقرار ده إحنا كنا وغدينه زمان تحت مسمى متطلبات عملية التنمية في جغرافية التنمية بالصف الثاني اللي هو يعتبر من المتطلبات السياسية الاستقرار الأمن السلم علشان تنجح عملية التنمية لأن في حالة غيابها هتفشل عملية التنمية وإن نجحت هتنجح بصورة لن تحقق الأهداف المطلوبة فبالتالي عندنا من الأهداف هدف سياسي متمثل في تحقيق السلم والأمن والاستقرار سواء كان على المستوى السياسي أو المستوى الأمني لدول القوميسة أو لدول الشرق والجنوب في قارة إفريقيا ولحظوا أن على طول رجعنا بالزاقرة لمتطلب من متطلبات عملية التنمية من المتطلبات الأساسية علشان كده أي دولة لن تستفيد بقصرة الصورات لن تستفيد بالقلاق السياسية لن تستفيد بغياب الأمن فبالتالي لو أنا كمواطن أو كمجموعة من المواطنين في دولة ما أو في التكتل عمدنا إلى توفير الأمن والاستقرار داخل الدولة من شأنه أن يساعد في نجاح عملية التنمية وفي موضوعنا النهاردة هيساعد في نجاح منظمة القوميسة أو التكتل الاقتصادي لدول شرق وجنوب قارة إفريقيا يبقى كده احنا خلصنا الأهداف بتاعة القوميسة ويعرفنا أن منها أهداف اقتصادية واجتماعية وأهداف سياسية وفي الأصل هي اقتصادية وممكن تبقى أهداف أمنية خاصة بالسلم أو تشبه الأحلاف العسكرية زي ما نعرف في إيجاد حلول سلمية إذا حدث خلاف بين دول الدول الأعضاء طب هل بالطريقة دي الهدف ده هيبقى معارض لمقوم من مقومات أو عامل من عوامل نجاح التكتلات الاقتصادية ألا وهو المقوم العسكري إحنا قلنا في المقوم العسكري أو المقومات العسكرية إن أي دولة لابد أن تمتلك أي تكتل قوة عسكرية راضعة علشان تحقق الاستمرارية والنجاح لأن تعاملتها في الأسواق هيعرضها إلى العديد من المشاكل سواء كان مع دول أو مع تكتلات أخرى معنى كده إن الغرض الأساسي منه دفاع أو حماية أو رضع وليس الهدف منه الدخول في نواحي عسكرية نيجي للنقطة اللي بعد كده إحنا أخذنا في التكتلات الاقتصادية خمس مراحل تؤدي إلى قيام التكتل الاقتصادي منها إزالة الحواجز الجمركية والغير جمركية والتوحيد الجمركي أو توحيد التعريفة الجمركية والاندماج الاقتصادي والقلي إلى جانب الوحدة الاقتصادية اللي موجودة في تكتل أو في الدول اللي ترى في قيام التكتل الاقتصادي خمس مراحل الاتحاد المعروف بإسم القوميسة اعتمد على مجموعة من المراحل مناسبة لطبيع الدول القارة ومناسبة للموارد الاقتصادية اللي موجودة فيها ومناسبة لمستوى التعليم والتكنولوجيا اللي موجودة فيها يعني ما ينفعش أطبأ ما هو موجود في قارة إفريقيا أو في قارة أوروبا عفوا في قارة إفريقيا لأن هناك نظم هناك تقنيات هناك عقول علمية بالتأكيد كمستوى أو في كيفية تختلف وإن كان هناك العديد من العلماء من قارة إفريقيا يجوبون كل دول العالم ويصاعدون في الإصدهار العلمي لكوكب الأرض بوجه عام نشوف المراحل اللي عندنا المرحلة الأولى مرحلة ابتجارة تفضيلية ودي مرحلة بيتم فيها تبادل السلع المنتجة والمستوفية لقواعد وشروط منشأ متفق عليها بين الدول الأعضاء وبتعريفة جمرقية تفضيلية يعني تخفيض بنسب محددة للقوميسة كلمة قواعد وشروط منشأ متفق عليه بيقصد به مجموعة من القواعد بتتضمنها الاتفاقية من أجل تحديد الدول اللي هيتم خفض أو إعفاء جمركي لها علشان كده قلنا فيها مستوفى لقواعد وشروط منشأ منشأ متفق عليه المرحلة التانية مرحلة التجارة الحرة واللي بيتم فيها إزالة التعريفات الجمركية والعوائد غير الجمركية أمام حركة التجارة بين الدول الأعضاء للسلع المستوفية لقواعد المنشأ المتفق عليها يعني إيه عوائق غير جمركية هي مجموعة من العوائق اللي من الممكن تخفيها دول السوق أو دولة ما علشان تستفيد أو يستفيد منها المنتجين المحليين زي التغليف وزي العلامات التجارية وزي توجههم لمنافذ معينة من أجل إصدار مستخلصات عملية دخول هذه السلعة إلى الدولة ما احنا كلنا عارفين إن أي سلعة بتدخل قد يوجد أو العديد من السلعة مش قد يوجد كمان العديد من السلعة بيوجد لها مثيل في السوق الداخلي لابد أن يميز علشان تبقى فيه منافسة تعمل على الإصدهار داخل دول التكتل على وجه العموم أو أي دولة بتنضم لهذا التكتل على وجه الخصوص يبقى المرحلة التانية هي مرحلة التجارة الحرة نشوف المرحلة التالتة مرحلة الاتحاد الجمركي بيتم في هذه المرحلة توحيد كامل للنظم الجمركية بين الدول الأعضاء وتطبيق تعريفة جمركية موحدة على السلع المستوردة من الدول الأخرى وده إحنا خدناه في المرحلة التالية من مراحل التكتلات الاقتصادية المرحلة الرابعة السوق المشتركة هتتميز هذه المرحلة بحرية انتقال وتبادل السلع والخدمات والعمالة ورأس المال ده مش كده وبس حق الإقامة والتملك لمواطن الدول الأعضاء في السوق المشتركة آخر مرحلة عندنا الوحدة الاقتصادية بيتم في هذه المرحلة تبني سياسة نقدية ومالية واحدة بتصدر فيها عملة نقدية مشتركة إضافة إلى متطلبات السوق المشتركة أنا عندي هنا مفهومين سياسة نقدية وسياسة مالية والسياسة النقدية يقصد بها عملية إصدار النقود وده بيصدرها البنك المركزي في أي دولة والمالية بتخص وزارة المالية في الدولة سياسة نقدية ليه زي إصدار العملات بكافة أشكالها وأحجامها أو القيم المختلفة لها نيجي بقى للجزء المهم عندنا أسئلة تطبيقية على ما تم أخذه في هذه الحلقة أول سؤال أي التكتلات الاقتصادية الآتية الذي تفتقد لوجود حجم سكاني مناسب هل هو النفتة القميسة مجلس التعاول لدول الخليج العربي أم الاتحاد الأوروبي هنرجع لحجم السكان النفتة ما جاب لهش عدد سكان بس هم حوالي خمسمية وشوية خمسمية مليون وشوية يعني اتحاد القميسة خمسمية وخمسين التعاول الخليج العربي حوالي خمسين الاتحاد الأوروبي حوالي خمسمية يبقى أنا لو بصيت على الكتاب المدرسي هذه الثلاث تكتلات والأحجام السكانية بتاعتها وقلنا النفتة حوالي خمسمية وستين مليون نسمة طيب أنا بقول لي تفتقد يعني الأقل يبقى الإجابة عندنا مجلس التعاول دول الخليج العربي لأنها خمسين مليون أي من التكتلات الاقتصادية سؤال عكسي بقى تتمتع بأكبر حجم من القوى الديمغرافية إيه المقصود بالقوى الديمغرافية شباب عرفنا أن هي قوة سكانية حجم السكان أو خصائص السكان هل هو الاتحاد الأوروبي خمسمية مليون نسمة القوميسة خمسمية وخمسين مجلس التعاول لدول الخليج العربي قلنا خمسين اتحاد المغرب العربي برضو ما جاب ليش ليه عدد ولكن أقل بكثير من الاتحاد الأوروبي واتحاد القوميسة يبقى نفس الكلام من نفس الصفحة ولو بصيت على الدول بالأحجام السكانية بتاعتها يبقى هتليه عندنا الأكبر في هذه التكتلات اتحاد القوميسة تطلقى أهداف القوميسة مع أهداف قيام التكتلات الاقتصادية عنده سؤال من أسئلة الربط القويسة جدا واللي أنا قلت عليها أن نحاول بقدر الإمكان نبص على اللي موجود من أهداف لأي تكتل مع الأهداف العامة للتكتلات الاقتصادية ومع ذلك لو بصينا على السؤال هنا هنتلقي الأربع اختيارات عندنا موجودة في القوميسة طيب لو جيب بقى أبص عليهم واحدة واحدة إنشاء المجموعة الاقتصادية الافريقية موجودة في القوميسة فقط تحقيق تحقيق السلم والأمن والاستقرار للدول الأعضاء قلنا برضو من ضمن أهداف القوميسة أما تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار الأجنبي كمثل في القوميسة وأخيرا تحقيق التنمية المشتركة في المجال الاقتصادي ده أي تكتل اقتصادي الأساس فيه إن أنا أقوم بتحقيق عملية تنمية مشتركة في كافة المجالات الاقتصادية علشان كده دي اللي هتبقى الإجابة الصحيحة اللي عندنا السؤال الرابع يتمثل العنصر المشترك بين الأهداف المستقبلية للقوميسة ولمجلس التعاون لدول الخليج العربي فيه فيه حاجة من الأربعة دول مشتركة ما بين القوميسة ودول الخليج العربي هل تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار الأجنبي أم إنشاء المجموعة الاقتصادية الأفريقية أو العمل على إصدار عمر النقدية مشتركة حق الإقامة والتملك لمواطن الدول الأعضاء دي المرحلة الخامسة اللي موجودة في القوميسة لو بصينا عند كلمة عملة نقدية مشتركة يعني المرحلة الأخيرة عايزين يصدروا فيها عملة نقدية تشترك فيها كل دول القوميسة طب لو بصينا الأنشطة وأجهزة مجلس التعاون لدول الخليج العربي هتلاقي مشروع العملة الموحدة اللي ما زال العمل قائماً لإصدارها يبقى هنا عملة نقدية مشتركة وهنا مشروع العملة الموحدة يبقى الإجابة العمل على إصدار عملة نقدية تشترك فيها دول القوميسة لوحدها ودول تعاون الخليج العربي لوحدها أكبر الأسواق حاجة للصناعات المصرية هي مجلس التعاون الخليجي اتحاد القوميسة اتحاد المغرب العربي الاتحاد الأوروبي لما قول أكبر الأسواق لو خدتها حجماً هيبقى القوميسة طيب ولو حبيت أخدها ك احتياجات للأسواق وبالأخص أن نعرفنا أن دول القوميسة أو هنعرف بعد كده أن دول القوميسة سوق خصب لمصر تستورد منها المادة الخام وفي نفس الوقت منفذ كبير لمصر لبعض السلع والمنتجات المصرية بينما في الاتحاد الأوروبي بياخد مننا بعض السلع وبالأخص الزراعية أو مصادر الطاقة أو المادة الخام ده مش هيفدني في حاجة مجلس تعاون الخليج العربي ومجلس الاتحاد المغربي هم ومصر متشابهين في العديد من الخصائص أو امتلاكهم للعديد من الموارد بينما إفريقيا أو سوق القوميسة بقرة إفريقيا واحد وعشرين دولة خمسمية وخمسين مليون نسمة اتناشر مليون كيلو متر مربع مصر تستفيد منها باستراد المادة الخام وتستفيد منها كمنفذ للعديد من المنتجات المصرية يبقى بالتالي الإجابة الصحيحة عندنا يبقى اتحاد القوميسة أمامك خرطين للكوميسة والاتحاد الأوروبي ادرسهما جيدا ثم اختر البديلين الصحيحين مما يلي حبنا أعزائي الطلبة والطالبات نجدد في الأسئلة زي ما شفنا من التعليمات اللي بستها بعض القنوات التعليمية للمسؤولين في مادة الجغرافيا بأن وضعوا بعض الأسئلة وده شفناه في امتحان سنة أولى وسنة تانية الإلكتروني إن فيه اختيارين أو بديلين صحة من خمس اختيارات أو ثلاث مشتتات وإجابتين من الإجابات الصحيحة حبينا نطبق ده في بعض الأسئلة اللي ناخدها النهاردة فهنا جايب لي خريطة الاتحاد الأوروبي زي ما احنا شايفين قدامنا وخريطة القوميسة ايه وجه الشابه ما بينهم لو بصينا الوجه الشابه هنتلاقي فيه اتصال أرضي اللون الأخضر في الخريطة الأولى قارة أوروبا متصلة أرضيا لدول القوميسة في قارة إفريقيا متصلة أرضيا نرجع للسؤال مرة تانية تتمثل العوامل المشتركة بين تجمع القوميسة والاتحاد الأوروبي فيه تقدم تكنولوجيا اتصال أرضي قوة عسكرية هيكل تنظيمي قوة ديمغرافية أنا قدرت أستنتج واحدة ليه الاتصال الأرضي طيب التانية قوة ديمغرافية هل تعد من العوامل؟ بالتأكيد حجم السكان هنا خمسمائة مليون في الاتحاد الأوروبي وفي القوميسة خمسمائة وخمسين يعني بالفعل يعد حجم سكاني قريب جدا طب لو جئنا للتقدم التكنولوجي للقوة العسكرية تتميز بيها دول الاتحاد الأوروبي عن إفريقيا الهيكل التنظيمي إحنا لسه ما خدناش الهيكل التنظيمي ليه القوميسة لكن خدنا الهيكل أو المؤسسات اللي بتكون الاتحاد الأوروبي وقلنا كل واحدة على حسب طبيعتها لها مجموعة من المؤسسات أو المنظمات بل اتصال الأرضي والقوة الديمغرافية اختر البديلين الصحيحين مما يلي ليس من الضروري أن تكون كل أهداف التكتلات الاقتصادية أهداف اقتصادية بل قد توجد أو تكون هناك أيضا بعضا من الأهداف السياسية على أي من أهداف القوميسة تنطبق العبارة لو بصنا عندنا خمس أهداف زي ما قلت لكم فيها أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية التعاون لدعم العلاقات بين دول السوق ودول العالم زيادة حجم الانتاج وهيكل السوق بصورة متوازنة التعاون لتحقيق أهداف المجموعة الاقتصادية التعاون لتحقيق السلم والأمن والاستقرار للدول الأعضاء تطوير البحث واستخدام العلم والتقنية في عملية التنمية لو بصنا للاختيار الأول التعاون لدعم آه العلاقات بين دول السوق الثاني سياسي أيضا اللي هو التعاون لتحقيق السلم والأمن والاستقرار للدول الأعضاء لأن دي علاقات دولية أو سياسية بين الدول بعضها وبعض وهنا بين دول السوق ودول العالم أما الثلاث أهداف الأخرى فهي إما أنها اجتماعية أو اقتصادية ولو قلنا بحث تبقى والتقنيات تبقى علمية أو تكنولوجية يبقى شوفنا كده عزائي الطلبة خمس اختيارات بديلين منهم هما للإجابات بتاعتهم صحيحة وقدرنا أن نحن نحللها عن طريق التعاون لدعم العلاقات بين دول السوق ودول العالم ده سياسي والتعاون لتحقيق السلم والأمن والاستقرار للدول الأعضاء أيضا ده سياسي اختر البديلين الصحيحين مما يلي تشير بعض أهداف القميسة إلى الانفتاح على العالم الخارجي وتجسد ذلك فيه الهدف الثاني الثالث الرابع الخامس السادس الأهداف عندنا موجودة أي الهدف الثالث التعاون لتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار الأجنبي والإقليمي والمحلي مع تطوير البحث واستخدام العلم والتقنية هنا بقول لي أجنبي وإقليمي طب الرابع التعاون لدعم العلاقات بين دول السوق ودول العالم واتخاذ مواقف مشتركة في المجال الدولي يبقى لو رجعنا للإجابة هتلاقي عندي التاني التالت والرابع هي البدائل الصحيحة لأنها تشمل إيجاد انفتاح أو علاقة بين دول الكوميسة ودول العالم الخارجي وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة لذال لدينا العديد من الأسئلة إن شاء الله هنبدأ بيها الحلقة القادمة وهنضيف عليها مجموعة من الأسئلة لاستكمال الدرس وإن شاء الله هنبدأ في عرض العديد من المقارنات أو الموازنات أو أوجه الشبه والاختلاف بين التكتلات الاقتصادية المختلفة اللي احنا خدناها والممثلة في الاتحاد الأوروبي والكوميسة وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة وإلى اللقاء